موسيقى مشاهدين اهلا بحضراتكم نشر المركز العالمي لمجلس الوزراء تقرير تضمن انفو جرافات بتسلط الضوء على تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية والذي يؤكد ان مصر هي الوجهة الاستثمارية الاولى في القارة الافريقية العام 2022 كما ابرز التقرير ايضا ان مصر تعتبر وجهة استثمارية موثقة بشهادة التقارير الدولية واستعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى مصر منذ عام 2014 حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022 يأتي ترتيبها الاول على مستوى القارة الافريقية والثاني على مستوى الدول العربية وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021 بتأتي مصر في المرتبة الثانية افريقيا والثالثة عربيا يأتي هذا بينما احتلت مصر المركز الاول افريقيا والثاني عربيا في تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الاعوام من 2016 حتى 2020 حيث بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020 عام 2019 و9.1 مليار دولار عام 2018 و7.4 مليار دولار عام 2017 و8.1 مليار دولار عام 2016 أيضا بلغت تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة لمصر ستة وتسعة من عشر مليار دولار عام 2015 لتختل المركز الثاني إفريقيا والثالث عربيا فيما بلغت أربعة وستة من عشر مليار دولار عام 2014 محتل المركز الرابع إفريقيا والثالث عربيا رصد التقرير أيضا أبرز تعليقات تقرير الأونكاد حول مناخ الاستثمار في مصر حيث أشار فيما يقص المشروعات الخضراء إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بأكثر من الضعف أصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية مدعومة بالطفرة الكبيرة المحدثة في مشروعات الخضراء التي نمت بأكثر من الضعف لتصل لـ 161 مشروع خلال عام 2022 أيضا لفت تقرير الأونكتاد إلى أن القارة الإفريقية شهدت زيادة في أعداد المشروعات الخضراء بنسبة وصلت إلى 39% عام 2022 مدفوعة بمضاعف أعداد المشروعات الخضراء في مصر بالإضافة لزيادة تلك المشروعات في دول أخرى مثل جنوب إفريقيا والمغرب وكينيا كما عبرز التقرير إعلان مصر عن مجموعة من الحوافظ لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تعتزم استحداث حوافظ ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية كما شملت تعليقات الأونكتاد وفقا للتقرير إدراج دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أصدرته مصر خلال فعاليات يوم التمويل في ضوء دراستها ورئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة المناخ كوب 27 ضمن أبرز السياسات والوثائق الصادرة لتوجيه وتعزيز سياسات الاستثمار عام 2020-2022 وتعزيز العمل المناخي من خلال وضع مبادئ لتقليل مخاطر الاستثمارات المناخية أيضا أشار التقرير إلى إعلان شركة رينيو باور واعتزامها إنشاء مصنع هايدروجين أقدر بقيمة 8 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة سويس والذي يمثل واحدا من أكبر ثلاث مشروعات تنموية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية فضلا عن الإعلان عن مشروع محطة تحلية للمياه تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 400 ميجا وات في مصر ضمن أكبر ثلاث مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي خلال عام 2022 في الدول النامية مشهدين كان هذا أبرز ما تضمنه تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية لعام 2022 بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا دوما في المزيد وإلى اللقاء